رباع الأهلي على رأس قائمة منتخب ألعاب القوة في بطولة العالم بالمجر تعرفين طبعا بطولة العالم في المجر في ألعاب القوة ويمكن الميديا مش هتتكلم عن الكلام ده بشكل كبير ولكن احنا دورنا هنا في برنامج الأبطال نحن نحط الدوء دائما أبدا على المجهود اللي بيبذل في الألعاب الأخرى اللي حيث في بعض الأحيان بيفوق المجهود اللي بيتبذل في كرة القدم ولكن مع شوكة الجماهير كرة القدم بتحظى بالاهتمام الجماهيري الأكبر أربع العيبة من النادي الأهلي هيشاركوا مع منتخبنا الوطني في بطولة العالم لبكبار لألعاب القوة اللي هتتلاقي في العاصمة المجرية بودابست في الفترة من 19 حد 27 أغسطس اللي احنا فيه والأربع دول هم والأربع العيبة هم إيهاب عبد الرحمن محمد مجد حمزة إسرائيل ويس مصطفى الجمل دايما إيهاب عبد الرحمن ومحمد مجد حمزة مصطفى الجمل بيكونوا موجودين النهاردة إسرائيل ويس حجزت مقعدها يعني بقوة بعد الأرقام اللي حققتها في لعبتها إيهاب هيشارك طبعا في رمي الرمح أما مجد حمزة هيشارك في دفع الجلة وبالنسبة لإسراء هتشارك في ألواث بالطويل زي ما قلتوا حضر لكم أرقامها هي لأهلتها بعد منافسة شرسة طبعا داخل مصر عشان تتأهل بطولة العالم وأخيرا مصطفى الجمل هيشارك في منافسات اللي طاحة بالمطرقة والأربعة بيرعاهم النادي الأهلي ويوفر لهم التدريب ويوفر لهم عقود يعني الحقيقة النادي الأهلي بيدعمهم بقوة في الآخر بتبقى الاستفادة لمنتخبات مصر الحقيقة وأكيد بتبقى عب أو لوت كبير بيشيروا النادي الأهلي بالنيابة عن الاتحادات الوطنية نجوم الأهلي كانوا شرفوا مصر وقدروا أنهم يحققوا العلامة الكاملة في دورة الألعاب العربية اللي فاتت واللي كانت في الجزائر في فترة من 5 إلى 15 يولو اللي فات مصر أكيد بتمتلك تاريخ كبير جدا في العلاب الكوة كانت اتحققت عن طريق بطلتنا ونجمنا إيهاب عبد الرحمن وده كان سنة 2015 إيهاب عبد الرحمن اللي بيشارك دلوقت النتيجة اللي حقق في 2015 لما حصد الفضية في بطولة العالم كان قبل إصابته وقبل إيقافه هو اتصاب وبعاكد دخل في إيقاف منشطات يعني الحقيقة إيهاب لو ما كانش ده عطلته الإصابة اللي في كوة هو أيضا الإصابة اللي جات له أو الإيقاف بسبب منشطات كان إيهاب عبد الرحمن هيبقى في حتة تانية خالص ولكن لسه الأمل موجود لسه بيشارك إن شاء الله ربنا وفقه شارك في ألمبياد توكيو 2020 ما توفقش بشكل كبير لأنه كان إعداده إعداده ليل بسبب كورونا ولكن النهاردة هو اتعدي بشكل جيد كمان محمد مجدي كان ضفنا في حلقة من الحلقات إسرائيل أويس كان ضفتنا في حلقة من الحلقات كل نجمنا مصطفى الجمل جم هنا وشرفونا واتكلمنا عن أحلامهم وطموحاتهم نتمنى لهم كل التوفيق وانتباعهم أيضا ونقول لحضراتكم كل أخبارهم وأتذكركم تاني البطولة من 19 لحد 27 أغسطس وهنجيب لكم أخبارهم بالتفصيل